شارك وزير المياه والصرف الصحي في الفترة ما بين 30 وال31 من شهر مارس المنصرم في الاجتماع العادي الخامس والثلاثون لمجلس وزراء سلطة حوض بحيرة جات الذي عقد في مدينة كونكري عصمة غينيا المزيد في تقرير مونة حسن سكاية يجيء هذا الاجتماع العادي لمجلس وزراء سلطة حوض النيجر في دورته الخامسة والثلاثين والتي عقدت في مدينة كونكري عاصمة جمهورية غينيا في الفترة ما بين 30 وال31 من شهر مارس الماضي وقد شارك في الدورة وزير المياه وصرف الصحي الشادي صديق عبد الكريم حقار هذا وفي خلال يومين تبادل الوزراء المعنيين بالمياه الآراء والنقاش في مختلف القضايا ووجهات النظر القاصة بمنظمة حوت النيجر خاصة تزديد مساهمات الدول العادة وقد تهدست الأمينة تنفيذية لحوض النيجر توبتا بوغينا أقب قروجها من الاجتماع العادي لمجلس الوزراء لسلطة حوض النيجر بأن قد تم اتقاذ العديد من القرارات ومن أهم هذه القرارات القرار المتعلق بهماية حوت النيجر واعتماد أربع مواثيق مياه لحوض النيجر وكذا دفع الديون القاصة للمؤسسات واعتماد الميزانية للبرنامج القاص الذي يبدع من عام سبعة عشر وعالفين وحتى تسعة عشر وعالفين ونذكر أن منظمة حوت النيجر مؤسسة إقليمية تضم تسعة دول من بينها تشات ويوجد مقر المنظمة بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر